في واحد مش عايز نساجهه النهارده انا عايف انو الكلام النهارده عن المغرب بشكل عام والجهاز الفني والليدركولوجي واللعابين ممكن ينسينا اسم النهارده هولا كان محور للفوز النهارده ياسين بونو طبعا دايما الحارس يعني اللي وصق عاده بياخده عارف يعني بيتوف في النص كده ايو طبع يتكلم فنية وتكتين ياسين بونو يتوف في النص بس ياسين بونو مستوى رائع جدا النهارده هحكي لك مواقف كده مش عايف تتعرضطوله ولا كنت متفرج على احد القناوات النقلة للمباريات فالمعلق كل ما ياسين بونو تجيله الكورة يا اخي ويقب بقى ايه كنا هو يا عم هادي قلت لأ انا هالب عشان الراجل ده بيخوفني يعني ايسين بونو مش متوتر والمعلق بيوطن قلبت على القناة التانية قال ايه المعلق كل ما ياسين بونو يا اخي يجد عم متوتر اذا كان هو اعجب صدقت لكله وماشاء الله عليه بارد ايه مستلم الكورة على سيدرو استلم الكورة على سيدرو فتحسست الناس في وقت صعب قوي فالناس توترت وبرضو هو تحس ان هو ايه برضو انت الانت طب اطلع هو واثق من نفسه وزي ما انت بتقوله هو واثق من نفسه وعارف هو بيقود خط او على فكرة وبيقود خط الدفاع في الكوار العالية دايما هتلاقي ان بونو امان انت مش خايف من بونو انت مش مقلق من بونو نهائي انت عارف وانت رايح ضربات جزائي رغم ان كان في ناس كتير بتتكلم على ياسيون بونو في ضرباتجزائي وبتقول ياسيون بونو مش احسن حاجةhhh served ضربات الجزائي فالفترةßen كتير فالفترة نہيبة في ضربات manage هو بقى واحد من احسن اللي还يبا شايل 300 ضرباتcar جزاء من النارس Weg انتم لو بونو على مدار المتشات كلها هتلاقي ان ليه كل متش في تصدي صعب وهتلاقي دايما in امان في امان جدا خط الدفاع خط الدفاع عارف ان انا لو والله لو في حصل قلق او حصل حاجة او كور عدت انا وراي عندي جون اسمه ياسين بونو واقف ورا هيقدر يشلني في اوقات كتير خط يعني هو امان كبير واحد من اسباب حاجة كمان واضح ان الحراسة المرمى في المنتخب المغربي في امان اصلا لان حتى محمد شبل جيكا لما ياسين بونو اتغير وخلاص اللعيبة نازلة ده خلاص النشيد الوطن اتعزف وهو موجود وفجأة بتخرج بينزل الحارس البديل البديل كان جاهز فده مش وليد صدفة برضو يعني ده يقولك ان اه بونو جامد جدا بس البديل برضو جامد وكله جاهز فده يخليك متطمن على الحتة اللي كان ديوقة كان بيتكلم عليها في فكرة ايه طب هو اجار وسايس في بدلهم جاهزين اكيد غيابهم هيبقى مؤثر بشكل كبير لو حصل ربنا يشفيهم يعني بس ده يقولك برضو ان واضح ان اللعيبة بقيت اللعيبة جاهزة وان كله مركز وكله مركز على هدف واحد فده اللي يخليك بنسبة 50-60 في الماء متطمن شوية للي بيحصل